أهلا بحضراتكم من جزيد خلينا نشوف ترند الأهلي وآخر الأخبار اللي تقالت عن نادي الأهلي النهاردة في السوشيال ميديا تحديدا ونبتدي بالحساب الرسمي لموقع في الجول على تويتر واللي بيقول بعد نهاية مسابقة الدوري المصري رسميا المخيف محمد شريف يفوز بجائزة هدف الدوري المصري بعد تسجيله 21 هدف بصراحة يعني عشان كنوا وقعي بحضراتكم أنا أكدش متوقع أن محمد شريف يجيب كم دام الأهداف في أول موسم ليه بعد الأعارة مكنتش متوقع أنه ممكن يظهر بالمستوى الكبير هو العيب كبير جدا وعمل موسم أكثر من رأع إن شاء الله بإذن الله نتمناله الاستمرارية لو استمر محمد شريف على المستوى ده حيبقى حاجة جامدة جدا 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 مواصق فيه قوي ويمور الأهلي في ظهره وإن شاء الله يفضل هدف الفرقة هو والنجوم اللي هيكونوا معاه في خط الهجوم والفرقة بإذن الله كلها تكون موفقة حساب جول مصر على تويتر واللي قال أن النادي الأهلي هو أقوى خط هجوم في الدوري المصري هجوم المارض الأحمر سجل كم هدف عدد كبير جدا بطرحة 72 هدف في الدوري بس هذا الموسم ده إن ده اللي يدل على إيه على الفعالية الهجومية ده رغم كده كمان أن أنت جايب العدد ده كله ده أنت مضيع أجوان قد كده مضيع أجوان كتير جدا ما بقى بالإضافات اللي أنت قدرت تضيفها في خط الهجوم سواء بيرسي تاو ميكي سون حسام حسن سولاسي في الخط الأمامي يفرقوا معاك بشكل أكبر هم مع مع اللعيبة اللي عندك أصلا في الخط الأمامي اللي هما نجحوا بشكل كبير جدا على مدار الفترة اللي فاتت كلها والموسم اللي فات فأنت عندك تشكيلة وتوليفة أكثر من رائعة بإذن الله بإذن الله التوفيق بس يبقى حالفهم هتلاقي كل الناتج اللي أنت عايزه كمشجع للنادي الأهل بإذن الله تعالى يعني فحاجة جيدة جدا تكمل هائل من الأهداف في الموسم رغم أن أنت مخدتش بطولة كمان لكن أنت جايب أهداف كتير يعني إن شاء الله الأهل يكون أفضل والقدم هيكون أفضل بإذن الله تعالى مؤكد للنادي الأهل في الموسم الجديد طيب خلينا كمان نروح لخبر آخر من الأهرام وحسابه من رسمي على تويتر والبيقول الأهل يدرس إقامة معسكر خارجي قبل السوبر الأفريكي كل الأمور وارد حدوثها منتظر إيه بس؟ منتظر القرارات اللي بتتعلق بشكل الموسم الجديد هو الموعيد الجديد الخاصة ببداية وانطلاقة الموسم الدوري حيبتدي إمتى؟ لو تلعب كاس مصر لو ما تلعبش كاس مصر ودي النسبة الأقل الدوري حيبتدي إمتى برضو؟ فبناء على كل هذه الأمور أنت هتحدد هل أنت في حاجة لمعسكر خارجي وده حيب أمر مهم أو صراحة المسلماني مع اللعيبة أن أنت تستعد بشكل أقوى بعد فترة كبيرة مليئة بضغط المباريات ومليئة بالضغوط الكثيرة تتعلق باختلاف وتنوع البطالات اللي بيشارك فيها النادي الأهلي فحيبقى حاجة إيجابية وفي نفس الوقت أنت بتهيأ نفسك لكل الظروف ولكل القرارات اللي ممكن يتم الاستقرار عليها فالأهلي منتظر الموعيد النهائية من الاتحاد المصري وبالتحديد بعد انتهاء الاجتماع النهاردة فخلال الساعات القادمة هنعرف إيه الجديد وبالتالي ياخد قراراته بخصوص شكل استعداده للمرحلة الهمة جداً المجبلة وللتحديات المختلفة اللي حياخدها النادي الأهلي طيب تعالي بقى للأهرام والكلام بقى على الرحلين وعن القادمين للنادي الأهلي احنا عارفين الأهلي تعاقد خلاص مع أربع لعابين برسيتاو ميكيسون حسام حسن وكريم فؤاد أربعة حتى الآن العدد قابل للزيادة لكن في نفس الوقت الأهرام هنا بيتكلموا على أن ندفت بيفاضل بين ثلاث عروض للرحيل عن نادي الأهلي طيب خلينا نتكلم عن موقف كريم ندفت كريم ندفت بقى له فترة تقريباً سنتين ما بيلعبش كورة بقى له سنتين ما بيلعبش كورة بسبب الإصابة كان قبل ما يتصاب قبل ما يتصاب كان أحد أبرز اللاعبين في الفرقة كان لعيب مهم جداً 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 وكان جاب مستوى وفرمة عالية قوي لكن للأسف حظه سيء وأسوأ بالإصابة أن هي خدت فترة طويلة زي دي طيب الموقف بالنسبة له هيكون إيه فيه اتجاهين اتجاه بيتعلق ب أن اللاعب يخرج ياخد احتكاك بعد فترة طويلة من الغياب في الدور المصري مع أحد الأندية من خلال العروض اللي ممكن تكون بتجيله أو أن اللاعب يكون موجود ويستنى فرصته مع النادي الأهلي ويشارك ده بيتم التنصيق فيه وبيتم اتخاذ القرار النهائي ما بين اللاعب وما بين الجهاز الفني بيشوف الأصلح لللاعب والنادي وبالتالي يتم اتخاذ القرار لكن في كل الأحوال فيه تمسك كبير من النادي الأهلي بكريم ندفت لأنهم عارفين أنه هو موهبة مميزة في وسط الملعب في الكرة المصرية عارفين كويس جدا أنه مجرد ما ياخد عدد كبير من المباريات فالأهلي كسب لعب تيل قوي 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 في وسط ملعبه فالموضوع موضوع وقت هنعرف إيه اللي حيتم الاستقرار عليه في النهاية بخصوص كريم ندفت هل فيه عروض لللاعب؟ طبعا أكيد فيه عروض لللاعب عروض أعار الأهلي مش هيبيع كريم ندفت طيب خلينا كمان نروح لخبر آخر وبتعلق ببعض اللاعبين اللي ممكن يكون الناس تتكلم عن راحلهم فهنا الوطن الرياضي قالك إيه في حسابهم على فيسبوك قالك ميسوماني بيفجر مفاجأة بشأن مصير مروام محسن مع الأهلي بيقولك هيكمل أصلا أصلا مفيش أي قرار نهائي بخصوص اللي حيمشي واللي حيقعد آه ممكن فيه بعض اللاعبين اللي تم استقرار عليهم مثلا لو بتتكلم عن اتنين أجانب عشان جبت اتنين تانين ده أمر طبيعي بتتكلم عن بعض المراكز اللي انت ممكن تطلع فيها لعيبة تاخد عدد دقيق أكبر بره عشان تستفاد منها وشوفنا التجربة دي الأهلي استفاد منها كتير جدا أبرز مثال طبعا محمد شريف لكن لو كامل مروام محسن هي مش مفاجأة هي مفاجأة بالنسبة لتوقعات الناس لكن بالنسبة للجانب الفنية جوي الفكر مستر بيتسو موسيماني فهو بيشوف ان اللاعب لعب ملتزم جدا جدا اللاعب بيقدر ينفذ الحد كبير المطلوب منه في أرضية الملعب فكل شيء وارد كل شيء وارد حدوثه ممكن مروام يكمل مع النادي الأهلي لعيب مهم جدا ولعيب كبير مش موفق في بعض الفترات الكبيرة ده بيحصل فكرة القدم لكن بيؤدي الواجبات اللي بيطلبها منه الجهاز الفني بخلاف كده الرجل ملتزم بيتقال له إلعب إلعب قعد قعد ما فيش أي مشكلة خالص فلعيب مهم فهنستنى الكرارات النهائية وهي مش هتكون مفاجأة أو حاجة لو كمل مروام محسنة اللاعب دولي في كل الأحوال فالساعات القادمة والأيام القادمة هي اللي هترد على كل التساؤلات اللي احنا بنسألها تعالى كمان اللاعب آخر وهو والتر بوالي نجم هجوم النادي الأهلي واللي أثبت كفاءة على مدار المباريات الأخيرة تحديدا مع الفريق فاخر مباريات الدوري فده من خلال حساب بطولات على تويتر يقولوا إن اقتراب بواليا من الرحيل عن الأهلي وانتقال إلى ملاتيا سبور هما بيوضحوا الموقف إيه حتى الآن لا فيش أي شيء رسمي بخصوص هذا الجانب حتى هذه اللحظة أنا بتكلم فيها مع حضراتكم بواليا لاعب في النادي الأهلي إيه اللي حيحصل خلال الساعات اللي جاية حنشوف هتقول لي طفيا عم تقول لي معلومة أو حاجة لا إحنا هنا دائما بنتكلم بالشكل الرسمي إحنا قناة النادي الأهلي فطبيعا إحنا هنقول إن اللي حيحصل بشكل رسمي لما بيبقى فيه قرار خلاص بيتم الإعلان عنه فبنقول لحراركم بعد كده ممكن نقول لحراركم الكواليس كانت بتبقى ماشية إزاي لكن حتى هذه اللحظة وولتر بواليا موجود داخل النادي الأهلي ولاعب في النادي الأهلي لكن بشكل باديه جدا فيه اتنين أجانب حيخرجوا ممكن بعض الأجانب إن إحنا ما نكونش متوقعين إن هم حيخرجوا يجي لهم عروض فبالتالي الله أعلم إنه ممكن يحصل فكل شيء وارد فكرة القدم متغيرات بتبقى كتير جدا جدا على مدار فترات الانتقالات المختلفة ده فيما أتعلق بترند الأهلي وبخصوص آخر الأخبار اللي اتقالت على الأهلي في السوشيال ميديا هنروح لفاصل سريع وبعد الفاصل نرجع نكمل حلقتنا يلا بنا